السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباشرة بدون مقدمات إذا كنت تعانين من عدم توازن هرموني ومن رغب شديد بتناول الطعام ومن كسب وزن زائد وآلام مفاصل وضعف عضلي وترهل وسيلوليت وإمساك وخمول وتراجع بالطاقة ومشكلة في النوم وزيادة في الالتهابات إذا كنت بمرحلة ما قبل انقطاع الطمث أو بمرحلة انقطاع الطمث وسن الأمل وعندك فعلا عدم توازن هرموني وتبحثين عن طريقة تحسن حالتك بشكل طبيعي وتعيد التوازن الصحيح لهرموناتك سأقدم لك طريقة تحقيق ذلك من خلال تناولك للأنواع الصحيحة من الأطعمة في الوقت المناسب من اليوم وبالكميات المناسبة ستتمكنين من البدء بالشعور بالثقة بنفسك مرة أخرى فالحقيقة أن جسمك لديه مشكلة في عملية التمثيل الغذائي وهذا يسبب تباطئ ويجعلك تكسبين الوزن بسهولة وتكونين أكثر حساسي لتغيرات مستوى السكر في الدم ويسبب ذلك لك الشعور برغبة شديدة في تناول الطعام وخاصة في فترة ما بعد الظهر حيث يكون من الصعب إنتاج الطاقة من الطعام الذي تتناولينه وهذا ما يسبب لك الشعور بالتعب والمعاناة من مشاكل الجهاز الهضمي انتفاخ وغازات وحساسية الطعام وهنا تبدأ الالتهابات وتزداد سوءا شيئا فشيئا فتظهر لديك أعراض مثل الصداع وآلام المفاصل وتبدأ بعد ذلك مشكلة أخرى وهي فقدان قوة العضلات وتشعرين بعدها ببدء الترهل وظهور السيلوليت والذي يزداد سوءا يوما بعد يوم سبب كل ذلك هو الطريقة التي تتناولين فيها طعامك غير الصحي والعادات السيئة مثل تخطي وجبات الطعام وخاصة وجبة الفطور وقل التناول الطعام أثناء النهار ثم الإفراط في تناوله ليلا والابتعاد عن تناول أنواع معينة من الطعام مثل الاستغناء عن الدهون وشرب الكثير من الكافئين وتناول الوجبات الخفيفة سناك التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والكربوهيدريت المصنعة واللحوم المصنعة والدهون غير الصحية مثل المقالة حتى لو تناولت أحيانا أنواع محددة من الأطعم الصحية فهذا لن يكون مجديا عدد كبير من النساء يتناولن حفن من الأطعم الصحية كل يوم كوجبة سناك لكن يعانين من سوء تغذي وزيادة وزن فمعظم الأطعم التي يتناولنها على مدار اليوم تفتقر للعناصر الغذائي الضروري إن تخطي وجبات الطعام أو الحد من أنواع معينة من الأطعم ستكون نتيجته كسب الوزن وليس فقدانه ولذلك فإن العناصر الغذائي الموجودة في الطعام الذي تتناولينه هي المواد الأساسي التي يستخدمها جسمك لإنتاج الطاقة هل تعلمين ما هو أهم شيء بالنسبة لك وأنت تحتاجينه من أجل الشعور بالتحسن وفقدان الوزن الزائد إنه تناول الأطعم المناسبة في الوقت المناسب من اليوم والكميات المناسبة لذلك سأقدم لك أفضل عشر أنواع من الأطعم لتحقيق التوازن الهرموني لديك وتخلصك من الرغبة الشديدة لتناول الطعام ومن كسب الوزن الزائد وآلام المفاصل والضعف العضلي والترهل والسيلوليت والإمساك ومشاكل النوم والالتهابات والخمول وتراجع والطاقة أولاً البروتين تحديداً البروتين سهل الهضم فأهميته تأتي من أن جسمك لا يكسر البروتين ولا يمتصه بسهولة كما كنت في السابق لذلك لديك مشكلة في هرموناتك وطاقتك وعضلاتك وهذا يعني أنك اليوم بحاجة لزيادة تناول البروتين أنصحك بالتنويع بروتين حيواني وبروتين نباتي فالبروتين النباتي يساعد على تقليل المخاطر الصحية التي يمكن أن تنتج بسبب تناول الكثير من اللحوم والبروتين الحيواني أفضل الأطعم التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين الصحي لحم البقر الدجاج السمك البيض المكسرات البذور البقوليات الفاصولياء الأرز البني والشوفان أنت أيضاً بحاجة للدهون الصحية الطبيعية فهي هامة لهرموناتك وصحة دماغك وبشكل خاص خلال فترة انقطاع الطمث إنها ستساعدك على تقليل الرغب الشديد لتناول الطعام وهذا يجعل فقدان وزنك الزائد أسهل وأفضل هذه الأطعمة الأسماك وخاصة السلمون والمكسرات والبذور والزيتون وزيت الزيتون البكر الممتاز وزيت بذور القنب إن البذور التي تحتاجينها غنية بالفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية والأحماض الدهنية والمغذيات النباتية الصحية التي تعتبر هامة جدا لهرموناتك وصحتك والأستروجينات النباتية الموجودة في البذور تساعد بشكل خاص على دعم التوازن الصحي بين هرمون الأستروجين والبروجسترون لذلك أفضل هذه البذور بذور القتان وبذور القنب وبذور دوار الشمس وبذور الشية وبذور السمسم وبذور اليقطين والقرع أما المكسرات التي تحتاجينها فلها فوائد تشبه فوائد البذور إضافة إلى أنها رائعة جدا في إعطاء الشعور بالشبع ولذلك تعتبر وجبة مثالية خفيفة سناك بين الوجبات وأفضلها اللوز والجوز والكاجو والحصة اليومية حفنة صغيرة بمقدار قبضة يدك هناك أيضا الكربوهايدريت التي تسمى كربوهايدريت بطيئة الإطلاق فهي غنية بالألياف والنشى بطيء الهضم وهي تبقيك راضي وممتلئة وتشعرين بالشبع لفترة أطول وتساعدك في الحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم وبالتالي تمنع لديك الرغبة الشديدة بتناول الطعام إن احتياجك اليومي والوقت المناسب لتناولك لهذه الكربوهايدريت النشوية مهم جدا للحفاظ على صحة جيدة ووزن صحي طبيعي لذلك تناولي المزيد من هذه الأطعمة خلال النهار وأقل في الليل وأفضل الكربوهايدريت بطيئة الإطلاق الشوفان والبقوليات وخاصة العدس والحمص والبطاطا والحنطة السوداء والأرز البني أنت بحاجة أيضا للأطعم الغني بالألياف فهي هام لك وتساعدك في التخلص من السموم والوصول إلى توازن هرموني وهناك نوعان من الألياف التي تحتاجينها الألياف القابلة للذوبان والتي تأتي من الجزء الخارجي للنبات وتشكل مادة هلامية سميكة تبطئ عملية هضم الطعام وتقلل الرغبة الشديدة في تناول الطعام وتساعد في الحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم هذه الألياف عندما تتناولينها يتم تخميرها بواسطة البكتوريا الموجودة في القولون من أجل تحسين المايكروبيوم في الأمعاء وهذا أمر ضروري وهام لهرموناتك أما الألياف غير القابلة للذوبان فهي تساعد على إزالة السموم وتنظيم حركة الأمعاء وأفضل الأطعمة الغنية بالألياف الخضار الورقي الخضراء البقوليات وبذور الكتان واللوز والأفوغادو والكيوي والإجاس أو الكمثرة والتين والحبوب الغنية بالألياف مثل الشوفان والقمح والكينوة هناك أطعمة نباتية تحتاجينها ذات أستروجين تساعد في دعم جهازك المناعي وجهازك العصبي من خلال نظام الغداد الصماء أفضل هذه الأطعمة الجينسينغ والتولسي أو الريحان المقدس والماكا والبذور مثل بذور اليقطين والقرع والسمسم وبذور دوار الشمس وبذور القنب هناك أطعمة تحتاجينها أيضا معززة لعملية الهضم ففي هذه المرحلة من العمر تعاني معظم السيدات من مشاكل في الجهاز الهضمي لأن التغيرات الهرمونية مع انقطاع الطمث تؤثر على ماكروبيوم الأمعاء والبكتيريا النافعة التي تعتبر ضرورية وهامة لصحتك وهرموناتك لذلك الأطعمة المعززة لعملية الهضم ستساعد جسمك على إنتاج بكتيريا نافعة من أجل هضم الطعام بسهولة أكبر وامتصاص العناصر الغذائية بطريقة أفضل بدون زيادة الوزن أفضل هذه الأطعمة لبن الزبادي، الكفير، الكيوي، التوت، البروكلي، الهليون، البذور مثل بذور القرع وبذور دوار الشمس، والشمر أو الشمرة أنت بحاجة أيضا لتناول أطعمة غنية بمضادات الأكسدي ومضادات الالتهاب فهرمون الاستروجين هو هرمون مضاد للالتهابات ولذلك خلال فترة انقطاع الطمث يبدأ الالتهاب في الجسم بالزيادة نتيجة نقص هرمون الاستروجين ويترافق ذلك مع زيادة في الوزن وخاصة حول الخسر وبالتالي يصبح الالتهاب أسوأ يمكنك أن تقلل الالتهاب بمجرد قطع السكر المضاف وتناول الأطعمة المضادة للالتهابات وأفضلها البذور وسمك السلمون وزيت الزيتون البكر الممتاز والأفوغادو والبطاطا الحلوة والخضار الورقي الخضراء والتوت أنت بحاجة أيضا للخضار الصليبية ذات الأوراق الداكنة التي تساعد الكبد على التخلص من السموم كما أنها تساعد في الحفاظ على توازن هرموني صحي وتحتوي على نسبة عالية من الألياف مفيدة في عملية التمثيل الغذائي وفقدان الوزن وأفضل هذه الأطعمة لبروكلي والسبانخ والكرمب إذن هذه الأفضل عشر أنواع من الأطعمة توازن الهرمونات لديك وتحتاجينها للشعور بالشبع والتخلص من مشكلة الرغبة الشديدة لتناول الطعام والتخلص بسهولة من مشاكل الوزن الزائد وألام المفاصل والضعف العضلي والترهل والسيلوليت والإمساك وأيضا هي هام جدا لتحسين الطاقة والنوم وتقليل الالتهابات في الجسم مهما كانت التحديات الهرمونية التي تواجهينها كبيرة وترغبين بالشعور بتحسن فأنا قدمت لك الحل الأمثل تناول الطعام المناسب بكميات مناسبة ومعتدلة وفي الوقت المناسب من اليوم إذا شعرتي بصعوبة في البداية حاولي وابدأي واستمري برغم المعوقات المختلفة وستكونين بخير إن شاء الله أنتظر منكم دائما وفي كل فيديو أن تكتبوا عن تجاربكم في المواضيع التي أطرحها وتحدث عنها أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم الفائد لكم جميعا وأرجو من كل من يحبني ويتابعني في هذا الفيديو وفي كل فيديو أقدمه أن يدعو لروح أمي الحبيب الغالي أم نوار بالرحمة والمغفرة اعذروني لا يمكن الإجابة على العدد الكبير من التعليقات والأسئلة أنا أهتم وأقرأها جميعا وأختار من أسئلاتكم مواضيع هامة وشائعة وأسئلة متكررة وأجيب عليها بفيديوهات شكرا لفريق الإعداد في قناتي وأخص بالشكر زوجتي الفاضل الدكتورة أكابر خضور علي استشارية بالأمراض الباطنة والغداد والسكري واختصاصية بالتغذية والتي نعمل سويا في صناعة محتوى قناتي معتمدين على دراستنا وبحثنا المستمر كأطباء أمراض باطنة وأخصائيين في التغذية دعموا قناتي بالمشاهدات واللايك والتعليقات وشاركوا الفيديو شاهدوا الفيديو أكثر من مرة واكتبوا بالتعليقات الاسم وفي أي بلد تعيشون وتقيمون أحبكم جميعا عائلتي الجميلة على الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته